دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة وقال بوريل إنه وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ساندي ماكين فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا من أنه قد يصبح حقيقة وأضف بوريل أن هناك مجاعة تامة في شمالي غزة وذلك وهي تتجه نحو الجنوب كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرة وإيصال المساعدات الإنسانية